وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين كافة بمتابعة تطورات حادث تصادم قطراء ركاف الإسكندرية كما أمر الرئيس السيسي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في ملابسات الحادث والتعرف على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنها وأعرب رئيس الجمهورية عن بالغ الأسف وخالص تعزيه لأهل الضحايا مؤكدا أن الدولة ستسخر إمكاناتها كافة لتوفير الرعاية الكاملة للمصابين جرأ الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين